طيب خلينا نروح لأخبارنا النهاردة العمري فاروق الحقيقة نائب رئيس النادي الأهلي هو اللي هيكون رئيس بعثة الأهلي في رحلته للسودان مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بكلف العمري فاروق نائب رئيس لرئاسة بعثة الفريق اللي هتتجي إن شاء الله للسودان استعدادا لبداية مشوارنا أو الاستكمال مشوارنا بقى فيه بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية مطشط دور المجموعات مباراة الهلال إن شاء الله بإذن الله يكون معادها يوم السبت الجاي في السودان وتحديدا في ملعب الجوهرة الزرقاء الرحلة إن شاء الله بإذن الله تبدأ من يوم الخميس للي ما يعرفش طبعا زي ما بنتبع مع حضراتكم بشكل يومي وقلنا مبارح إنه النهاردة وبكرة إن شاء الله راحة سلبية بقرار من ميستر كولر الفريق يرجع يتمرر إن شاء الله مرة تانية يوم الأربع ويوم الخميس هيكون تمرينة أخيرة في القاهرة وفي نفس اليوم يسافر الفريق إن شاء الله بالسلامة لسودان عشان يستعد لمواجهة الفريق الهلال طبعا ونسخة الهلال حقيقة هي مش نسخة الهلال بس أنا شفت لسه طبعا يعني الدنيا ما دارتش قوي ما تفرجتش على مطشط كتير بس شفت كده بصت بصت سريع لا واضح إنه دوري أبطال أفريقيا السندي مختلف وواضح إنه مش بس اللاعبين التقليديين أو الفرق التقليدية هي اللي هتنفس على البطولة يعني خلينا أقولك أنت متوقع مثلا إنه الأهلي والترجي والرجاء والوداد وممكن سانداونز لا أقولك فيه تلات أربع فرق تانية مجهزين نفسهم للبطولة دي بشكل وعلى أقل تأدير مش بالضرورة يعني للمنافسة أو التتويج لكن الحقيقة هيكونوا نسخ صعبة جدا وهيبقى فيه مطشط صعبة جدا جدا في النسخة دي من دوري الأبطال لشان كده بداية الأهلي يوم السابت اللي جاي مهمة جدا وخصوصا المواجهة اللي بعدها هتبقى سانداونز وسانداونز لازم نتفق أنه وسانداونز كمان السنة دي نسخة مختلفة جدا هو حقيقة واحد من أفضل فرق بتلعب كرة في أفريقيا وكل سنة أو كل نسخة شامبينز ديج بقول دايما أنه منافس الأهلي الأبرص في البطولة دي وسانداونز فرقة محترمة جدا عندها من أحلى الفرق اللي تتفرج عليها بتلعب كرة في أفريقيا عندها مواهب على أعلى مستوى يمكن بينقصهم شوية شخصية البطل ما عندهمش يعني دوافع البطولة دي لكن هم كفريق كرة فريق محترم جدا جدا ودعموا نفسهم بكذا صفقة الحقيقة على أعلى مستوى فبالتالي نسخة سانداونز هتكون شارسة جدا وبالتالي وجود الهلال والهلال تقيل السنة دي في المجموعة هيصعب بشكل كبير جدا هيدخل المجموعة في حسابات معقدة مهم جدا البداية مع الهلال وخصوصا أنه ماتش برة وخصوصا أنه ماتش برة وانتوا عارفين طبعا صعوبة الماتشاط والجماهير السودانية بتاعش كرة القدم وجماهير الهلال طبعا احنا لنا معهم ذكريات كتير جدا وبالتالي هتكون مباراة في غاية الصعوبة نتمنى إن شاء الله أن بداية مشوارنا تكون بشكل إيجابي وموافق وما عنديش شك أنه احنا نقدر إن شاء الله بإذن الله وخصوصا أنه يعني فيه فترة راحة سلبية فيه فترة استعداد إلى حد ما تعتبر معقولة قبل ما نسافر للسودان ونروح لمواجهة الهلال